مطلوب إباع من الأهلي في مباراة التراجي في تونس في مباراة الزهب يعني أول حاجة طبعاً هم يبقوا هادين جداً لأن هتلاقي طبعاً هناك الدنيا أجواء مختلفة تماماً بالذات هناك في تونس طبعاً يعني هتلاقي الأجواء الجماهرية هتلاقي الموضوع صعب جداً طبعاً اللعيبة أنا مش أتكلم عن اللعيبة دي اللعيبة كلها دولية وعاشت الأجواء دي كتير جداً طبعاً أنا بقول عشان الجمهور بس يعرف أن اللعيبة دي لازم تبقى هادية جداً يبقى عندها هدوء عندها ثبات انفعالي جامد جداً مش عايزين حد يبقى متعصب مش عايزين نخسر حد لأنه هو ممكن يعصبك ويوصلك أن أنت مثلاً تاخد إنذارات فتبقى مش موجود مثلاً في الماتش الأخير فاينال أن أنت تحاول بقدر الإمكان أنت ما يجيش فيك جول يعني ما يجيش فيك النادي التراجي ما يجيبش فيك هدف يعني تطلع بالمباراة بأقل خسائر وإن شاء الله يعني لو قدرت طبعاً تحرز هدف طبعاً يعني تأمن نفسك كويس قوي أن أنت ما يجيش فيك جول ولو قدرت أن أنت تمشي كسبان من هناك طبعاً ده يبقى أحسن حاجة طبعاً وأنا شاف أن الأهل إن شاء الله قادر أنه هو يعمل حاجة نتيجة أجابية هناك بإذن الله يعني أنت حاس أنه الأهل فرصه قد إيه للفوز بالبطولة هذا الموسم؟ يعني 90% 90% 90% 95% إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله تواصل تماماً إذن الله الأهل يباين الفترة دي مش عارف أنا شايف الأهل كده من بعله فترة في المباراة لأ ماشي بشكل كويس اللي يخليه حتى في المتشاطة الأفريقية كمان ما قدي بشكل كويس اللي تخلي إن شاء الله في الفاينال في مؤشرات كده بتبان شوية آه طيب عايزي عليك برضو على الزمالك الزمالك ونقضي بركان في نهايك كون في درالية شاف الزمالك موقفه إيه في البطولة دي والله الزمالك برضو يعني المستوى متزابز بشوية الفترة الأخيرة برضو الخسارة الأخيرة دي أكيد برضو سموح آه الخسارة من سموحها برضو يعني مش عارف ويعني الماتش طبعا مش هيبقى سهل نضط بركان فرقة كويسة فرقة قوية أعتقد هيبقى الماتش صعب بالنسبة للزمالك يوزيجو ميش شايفو مدرب جايد والله مش عارف أحكم عليه يعني أنا ما شفتوش برضو كتير قوي ما تبعتش الزمالك كتير ما أقدرش أقولك هو مدرب جايد ولا مش جايد بس يعني يعني إلى حد ما مقبول يعني شايفو مقبول مقبول زمالك في المباراة بتاعة سموحها ما لعبش معظم التشكيلة الأساسية مفروض هيبقى بتشكيلة شبه متكامة طبعا باستثناء اللعبة مش مقايدة أفريقيا في مباراة نهضة بركان أفتكر الزمالك لما لعب نهضة بركان في نهاية 2019 كان بيشتغل بشغل يدفعي كويس جدا وبيشتغل على التحولات بشكل كويس جدا شافني الزمالك محتاج يعمل كده في مباراة نهضة بركان أنه يبقى بيلاعب دفاعي أكتر منه أعتقد بالذات في المباراة اللي هي الأول الأولانية لازم طبعا يأمن كويس جدا لأنه هتلاقي ضغط هجومي عليه رهيب يعني في المباراة دي فرقة هتبعيزة تخلص المطش من عندها من الأول يعني فأعتقد أنه لازم يأمن كويس جدا ويشتغل على التحولات الهجومية بالسرعات بتاعت زيزو بالسرعات بتاعت العيبة اللي موجودة ما عندهش غير كده لو فتح خطوطه هيبقى المطش صعبة قوي بالنسبة هيبقى المطش صعبة جدا بالنسبة ترجمة نانسي قنقر